حل مشكلة التحميل على تطبيقك الخاص تيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال التخطيط على التطبيق والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول للأسفل أضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة سوف نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيق تيك توك ثم نضغط على تيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بالذهب لما تجربه لكي تقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك لكي تقوم بالضغط على تحديد ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا الاشتراك والضغط على رجزة اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله